اشتركوا في القناة بجهة العيون الساقية الحمراء وذلك لتعزيز معارفهم في مجاري شركة الحكومة المنفتحة ومن الداخل نتابع حفل تخرج مسدربي المعهد العالي لمهنة التمردية وتقنية الصحة وفي النشرة أيضا الاتفاع المسجل في درجات الحرارة يجعل من الشواطئ القبلة المفضلة للترويح عن نفس والنموذج نرصده من الشاطئ البيض بقليم أهلا بكم وإلى التفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله برقية تهنئة إلى السيد إيمالويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية وفيها أكد جلالة الملك أن المغرب وفرنسا وبفضل ما يحذوهما من حرص مشترك سينضيان قدما في إثراء روابط الصداقة العريقة التي تجمعهما بروح من الحوار والثقة والتقدير المتبدل وسيكونان قادرين على استعاب أهمية العفاق الواعدة التي تتيح العلاقات الثنائية وبناء شركة مرجعية في القادم من السنوات وأعرب جلالة الملك عن إدراكه التام أنه يمكن أن يعول على التزام الشخصي للرئيس الفرنسي من أجل أن تأخذ هذه الشركة بعين الاعتبار المصالح المهمة للبلدين كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيد دونالد ترامب برقية عبر له فيها جلالته عن تعاطفه وتضامنه إثناء محاولة الاغتيال التي كان ضحية لأمس السبت أثناء تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا وفي هذه البرقية أدانا جلالة الملك بشدة العنفة السياسية وعبر عن مشاعر تعاطفي ودعوات جلالته للرئيس ولأسرته وكذا الضحايا الأبرياء جرع هذا العمل المؤسف بالعيون نظم منتدى المرأة الصحراوية التلمية وديمقراطية بدعم وشركة مع المعهد الجمهوري الدولية نظم ورشة تكوينة لفائدة منظمات المجتمع المدني بجهة العيون الساقية الحمراء وذلك لتعزيز معارفين في مجال شركة الحكومة المنفتحة تفاصيلة مع محمد ترزي وابراهيم جولي ورشة تكوينية بمشاركة عدد من الفاعلين بالحقل المدني بجهة العيون الساقية الحمراء مفاهم ومواضع تتعلق بتجويد الفعل العمومي ومشاركة المواطنين في السياسة العمومية وإبراز سياق مشاركة الجماعة الترابية في محاور وفقرات ضمن الورشة التي اختير لها كموضوع شركة الحكومة المنفتحة ركزنا أيضا على إبراز سياق منخيارات المغرب في هذا البرنامج وكذلك انخيارات الجماعة الترابية المغربية باستد الجهات حاليا لعنا في البرنامج المحلي وهو مكون أساسي في الشاركة الدولية بالإضافة لجماعة أكدير وجماعة تتوان التي كانت أول جماعة مغربيات تدخل لهذا البرنامج ركزنا على موقع الجهات العيون الساقية الحمراء حاليا باعتبار هذا خلال أنخدات عضوية عضو جديد هو الآن قادم على إعداد الخطة بالإضافة في إطار شبكة مع الجهات ثلاثة جهات أخرى في المغرب وكذلك اشتغلنا على هذا الفهم وكيفاش ممكن حدو بعض المجالات الأساسية اللي ممكن الالتزامات المتعلقة بهذه الجهات تكون مشاركة في المجتمع المدني ويتم تشتغل عليها في إطار هذه الشبكة الوطنية تقدر بعض الجهات التي تقدموك ترشيح واحد حضرنا اليوم للورشة الخاصة باللوجي بي أو الشاركة من أجل حكومة المنفتحة وهي التي تعتبر واحد الشاركة مهمة أن نفاتح لها كمجتمع مدني ونتعرف عليها ونتعرف على سياقها ونتعرف على انخراط المملكة المغربية فيها وهي تعتبر واحد الشاركة جد مهمة خصوصا بعد انخراط جهات العيون الساق الحمراء في هذه الشاركة نتمنى كمجتمع مدني أن نتوفق إلى أننا نشتغل من خلال هذه المبادئ الخاصة بالشاركة اللي نتعلق بالشفافية والتشاركية واستعمال الوسائل الجديدة أن يكون لنا واحد مجتمع مدني فعال ونشيط ومشارك في صناعة القرار تعددت المواضع والتحدث في سياقتها ومصارتها التي تسعى إلى تجويد الفعل العمومي ومشاركة الفاعل المدني والحقوقي في السياسة العامة من خلال مبادئ أساسية كبرى كالتشاركية والشفافية بمناسبة نهاية الموسم الدراسي الحالي 2023-2024 نضم المعهد العالي للمهن التمردية وتقنية الصحة بالدخل حفل التخرج الخاص بفوج 2021-2024 شعبة ممرض متعدد التخصصات وشعبة ممرض العلاجات المركزة والمزيد من التفاصيل مع بكر دليمي ومحمد داسة هو حفل لتخرج دفعة جديدة من الممرضين والممرضات من المعهد العالي لمهنية تمردية وتقنية الصحة بالدخل فوج 2024 الذي يضم 69 ممرضة وممرض خلال هذا الحفل الاحتفالي بهؤلاء الخريجين تم حثهم على التفاني في أداء مهامهم التمردية وكانت المناسبة للتذكير أيضا بورشي الإصلاح للمنظومة الصحية الوطنية التي تحظى برعاية خاصة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نحن اليوم في الخروج طلبة المعهد خريجي طلبة المعهد العديد من التمرج وتقنية الصحة بالدخل الحمد لله اليوم كانت تخرج 29 ممرضة الحمد لله لكمل تكوينهم طيلت هذه السنوات الثلاث الحمد لله وخلال هذه السنوات الحمد لله بانوا عن كفاءة وعن مهنية الحمد لله عالية لممارسة مهنة ممرض في المستشفيات ومصالح المستشفائية بعدما صار أكاديمي مليء بالتحديات نقف اليوم احتفاءا بتخرج فوج جديد من الأطور التمريضية من المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة سيك الإجازة بمدينة الدخلة ويأتي هذا بطبيعة الحال تعزيزا للعرض الصحي بجهة الدخلة والدهب وتنزيل الورش ورش الحماية الاجتماعية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم نعيش أجواء حفل تخرج طلبة دينا فوج 2021 2024 يأتي هذا الفوج لتدعيم العرض الصحي بالجهة دينا الدخلة والدهب وذلك بعد تخرج تلسلين دينا الدراسة دينا الأطور المهنية التمريضية اللي عندنا هنا في إطار المنظومة الجديدة والجديدة وهي المنظومة دي الألم تي بعد مجهودات وهذا يعتبر رافعة أساسية الإقليم الحمد لله 69 ممرضة وممرض هو فوج 2024 بهذا المعهد في تخصصات شعبة ممرض متعدد التخصصات وشعبة ممرض العلاجات الاستعجالية والعلاجات المركزة فرحانة بزفزف سواء أنا أو لجميع الطلبة بهذا اليوم خصوصا وأننا كملنا ما شاء الله ثلاث سنوات دي الدراسة في المعهد العالي كنشكروا الطاقم العملي اللي كان حارس على الرعاية دي الجميع الطلبة خلال هات ثلاث سنوات كنشكروا أيضا لسيكوريتي لفام دميناج كنشكروا الأساتيدة كنشكروا الإدارة كنشكروا طاقم العملي بصفة عامة بالنسبة لي الخشيصص ديالي هو انفرمي ان سوان ديرجان شئ الدفعة والجديدة من الخريجين تشكل قيمة مضافة للمنظومة الصحية الوطنية والجهوية نظرا لتمييزها والخصوصيات التي أبنت عنها خلال مسارها التكويني سواء في الشقة البداغوجي أو خلال التدريبات الميدانية بمختلف المراكز الصحية على مستواجهة الداخل ودي الذهب تنهي وزارة النقل واللوجستيك إلى علم كافة مهني قطاع النقل الطرقي أنه تم إحداث خلال السنوات المالية 2024 2025 و2026 برنامج تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق بوسطة الحافلات في إطار برنامج الحافل الأمن وبرنامج تجديد حضرت النقل الطرقي لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي والنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وإغاثة المركبات وتعليم السياقة وإسراء المفاذطة لإعطاء انطلاقة البرنامجين برسم سنة 2024 على المنصة الإلكترونية الظاهرة على الشاشة خلال موسم الصيف الذي يتزامن مع فترة العطلة لدى الكثيرين ترتفع وتيرة حركة المركبات بكل أصنافها في الشوارع والطرقات ما قد يتسبب في حوادث سير خطيرة يكون عدم احترام القانون السير أحد أسبابها الرئيسة وبهدف التصدي الفعال لهذه الآفة يتم العمل بالرذارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بجهة العيون الساقية الحمراء كما باقي جهات المملكة تقرير في الموضوع لعيدة السرطية يتزامن فصل الصيف مع فترة العطلة ما يعني حركة أكبر في الشوارع والطرقات وحضورا مضعفا للمركبات ومختلف وسائل النقل الأمر الذي قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حواد تسير توصف بالخطيرة وبعضها قد تكون مميتة تكون أحد أسبابها الرئيسية السرعة المفرطة بهدف التصدي الفعال لهذه الآفة ومن أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية يتم العمل بالرذارات المثبتة والمتنقلة المركبات بالجهة الجنوبية كما باقي جهة المملكة هي آلية جديدة تطلع بدور مهم في تقليص عدد الضحايا على الطرق تتميز بخصائص تقنية متطورة للمراقبة الفعالة لمدى احترام قانون السير تمكن من معالجة المخالفة بشكل آلي متصل ببيانات النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل المركبات وتساهم في تعزيز ضبط السلوكيات الخطرة على الطرق جهاز جديد قادر على الرصد الآن لمختلف أنواع المخالفات لا سيما تجاوز السرعة مع القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات والتي تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين خاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها وهنا دعوة إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة وكذا التحلي بالتسامح مع كافة مستعمل الطريق مع التأكيد على ضرورة إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب وذلك من أجل سفر آمن ومريح تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة بورتقالي تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تترى وحوما بين 38 و43 درجة وذلك إلى غاية يوم غد الأثنين بعقالي مقليميم الطنطان العيون أغدير إدوتنان تارودانت وعدد من الأقاليم الأخرى بشمال ووسط المملكة وعضفت المديرية أن درجات حرارة تترى وحوما بين 43 و47 و47 درجة ستسجل في الفترة لنفسها بعملات وقاليم زاقورة تنغير الرشيدية طاطا آسزاك إصمار بوشدور ودي الذهب وأوسرت وكما أشرنا إلى ذلك في العناوين الاتفاع المسجل في درجات الحرارة بعديد ربوع المملكة بما فيها الجهات الجنوبية يجعل الشواطع القبلة المفضلة للترويح عن النفس والاستلتاع بنسائم البحر نموذج نسوقه من الشاطئ البيض بيقليمين الشاطئ الأبيض المتنفس الساحلي لبوابة الصحراء المغرب يقليمي ما قبل لأعداد من المرتادين مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وجهة تتيح فرصا مثالية لزوار الشاطئ للاسترخاء والاستمتاع بعضوبة التقسي وجمالية وسحر الموقع السياحي الذي يعد من أجمل الوجهات السياحية بجنوب المملكة الشاطئ الأبيض هو متنفس للساكن المتنفس والقوة المجاوية المتنفس كيف تشوفوا بثاف الناس بسبب تطفع درجة الحرارة يجوا هنا الشاطئ الأبيض يجوا هنا الشاطئ الأبيض يقول أنه شاطئ زوي مع العائلة كنت بوكرة كنت بحروا بحكم زر لنا الصهد وجبنا هنا الشاطئ الأبيض معروف بالأمن وكما أبناء المند قا الشاطئ الأبيض قبل مفضلة لعدد من الزوار من خارج الأقليمة بالنظر إلى صيته الوطني وجاذبية فضاءاته التي تغري الكثيرين وبخاصة مهووسين بزيارة المواقع السياحية بجنوب المملكة نحن من المراكش من الشاطئ الأبيض أول خطرة نجي ولكن قنا في واحد المتعة ولقنا في الراحة والأمن والناس تبارك الله أنا كل شي الله عمر أدار كل شي يزوين والحمد لله الموت على البناء وذلك اللي لقينا الحمد لله هو هذا وقت لدينا وعند عمد لله نحن الشاطئ الشاطئ في إفريقيا الحمد لله قاعد السكان مدينة قليميم ومدينة الأقال المنص سهراوية يجو الجمع في الشاطئ اللي يريد تبحر وتصيف الحمد لله العام كان نجو الحمد لله الشاطئ ربيض أجواء عائلية الحمد لله الناس محتار ما هون نحن كساكين قليميم الحمد لله كان نشكر مولانا في هذا البحر هذا الحمد لله كل عام الحمد لله كان نجو الحمد لله ياسر من المرزين هون شاطئ إذن بمقاومات وعوامل جدب من جملة اعتدال الطقس وجمالية الموقع وتنوع تشكيلاته التضاريسية تجعل منه أحد المواقع السياحية التي يقع لها اختيار المرتادين من داخل وخارج الإقليم إلى مدينة سعيدية بشمال الشرقي للمملكة التي تشهد منافسات الدور الأول لكرة القدم الشاطئية النسوية بمشاركة ثماني فرق مغربية منها فريق النادي البلد النسوية إلى جانب فرق أوروبية ورسالته تكريس مكانة المغرب كقبلة كبرى لتظاهرات الرياضة تقرير قائم ألوشي سحر جوهرة البحر الأبيض المتوسط السعيدية يتجاوز حدود جمالية شواطئها ليشمل أيضا مدى تميز هذه المدينة ونجاحها في التنظيم واستقبال أول دور لعالم السحرة المستديرة بصغة المؤنت تدهورة يؤتت هذا الجنس اللطيف الذي يمثل مدن المغربية وأخرى قادمة من البرتغال بلجيك إسبانيا وفرنسا هذا العنصر النسوي الذي أبدع وأمتع زوار مدينة السعيدية قدم إضافة كبيرة لمدينة السعيدية في إطار الترويج السياحي لها وفي إطار الترويج المناطق الجهة الشرق أنها تهي قادرة على احتضان هذه التدهورات الرئيسية الكبرى في نتائج مباريات الترتيب لهذه البطولة فريق فتيات السعيدية كانت في مواجهة ندي بلدية العيون الوقت القانوني انتهى بالتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي وكانت اللاعبة مريم الشبهي في الموعد ومنحت فتيات السعيدية هدف الفوز بأربعة مقابل ثلاثة ليحتل بذلك المركز الخامس والمرتبة السادسة عادت لندي بلدية العيون بنسبة للمركز السابع من نصيب فريق الجيش الملكي الذي انتصر على فريق النهضة البركانية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد الفراق الدولية التي تشارك معنا الآن في إطار التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي الناس في بلجيكا في فرنسا المتتبعين لها تكورة قدم الشطي ولا الفراق ولا في اسبانيا ولا بورتغال اكتشفوا بأنه واحد المدينة ساحلية مغربية جميلة جدا ساحرة بمناظرها الطبيعية رائعة لا سوى عند داخل المدينة أو في المنطقة بصفة عما غدا يزدر السطار بإجراء المباراة النهائية التي ستجمع بين ممثلي بلجيكا والبرتغال في موضع آخر نظمت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بالداخل الجمع العام التأسيسي لفرعها بالداخل وتهدف هذه الهيئة الوطنية إلى تحقيق مجموعة من الأداف أبرزها الدفاع عن حقوق الطفل والتنمية الرياضية الثقافية والفنية وربط جسور الاتصال والشاركة مع المنظمة المحلية والجهوية الوطنية والدولية والجامعات من أجل الدراسات والبحوث الميدانية لتسليط الضوء على النقط السوداء التي تؤثر على سلامة الأطفال وتنمية قنوات إيصال المعلومة حول حالات العنف ضد الأطفال والنساء والعمل على خلق السبول الكفير الإدماج نحضر مدينة الدخلة من أجل تأسيس الفرع الجيهوي الدخلة ودها بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل هذا التأسيس الذي يندريج في إطار للسراتيجية التي وضعتها الأمان العامة في تأسيس فروع دولية جيهوية إقليمية ومحلية ذات بصداقية وكفاءة عالية من أجل إبراز دور الطفل في المجتمع المغربي مسؤولية حماية الأطفال وضمان حقوقهم ليست على العاتق جهة واحدة بل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية فالطفل هو أساس مستقبلنا وبناء مجتمع أفضل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل الجماعي لتوفير بيئة آمنة تفاصيل وجديد الصحف الصدر يوم غدين طي تقرير الزميل عياد السرطي نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصدر يوم غدين الاثنين من يومية الصباح وكتبت ليست المرة الأولى التي يشهد فيها شاهد من أهلها ويعترف أن مسلسل الوهم قد وصل لنهايته وأن سراب دولة بوليساريو تبدد ولم يترك لقيادة الرابون إلى الشعارة الجوفة فلم يعد يمر أسبوع إلا وتتناقل صفحة التواصل الاجتماعي تصريحات لقيادات من البوليساريو التي صنعت في وقت ما وهمت دولة ولم يعد لها إلا أن تقر بكذبتها التي باتت مفضوحة على رؤوس الأشهاد ففي ظل الحالة المزرية التي تمر منها هذه القيادة المتخبطة في مختلف أنواع الفشل والإنهيار الداخلي عاد وزير واتساب البشير مصطفى السيد إلى هوايته المعتادة وهي إثارة الجدل ومحاولة اللاعب في الوقت بدل الضائع مستعملا خطابات يدغضغ بها مشاعر الساخطينة على غريمه إبراهيم غالي من خلال فضح واقع الإنهيار الذي تعيشه بوليساريو وهي في طريقها نحو الأفول يومية لحظات المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الاثنين أكد البرلمان العربي أمس السبت بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية وشدد البرلمان في قرار صادر عن الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها وثمنت المؤسسة ذاتها الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعية كل الأطراف الدولية والأممية إلى الاطلاع بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني صحيفة بيانة اليوم كتبت في عددها اليوم غذين الاثنين شارك سفير المغرب في الولايات المتحدة يوسف العمراني بمناسبة المنتدى العام لحلف شمال الأطلسي المنعقد على هامش قمة واشنطن بمناسبة الذكرى الخامس والسبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي في لقاء حول موضوع الناتو يتطلع نحو الجنوب الأفق الاستراتيجي وعلاقات الشراكة خلال هذا اللقاء سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تاريخ الشراكة بين المغرب وحلف شمال الأطلسي مبرزا أن المملكة ومنذ إطلاق الحوار المتوسط سعت على الدوام بالنظر لدورها الريادي إلى إرساء تعاون ذي منفعة متبادلة مع الحلف بغية تنسيق الاستجابة للتحديات والتهديدات المشتركة وأوضح الدبلوماسي أن هذه العلاقات تنسجم مع مبادئ الأمن الجماعي غير القابلة للتجزئة التي تعد أساسية للاستجابة للتحديات الأمنية الراهنة في هذا السدد أبرز يوسف العمراني ضرورة تعزيز والارتقاء بالحوار السياسي بين حلف شمال الأطلسي وشركائه في الجنوب موضحا أن الحوار السياسي المتين والمتماسك يكتسي أهمية قصوى في أفق النهوض بالتفاهم وإرساء تعاون عملي قائم على الثقة وأكد السفير أن هذا المطلب أضحى أكثر إلحاحا إذ أن ظهور تحديات أمنية جديدة أكثر من أي وقت مضى يتطلب مقاربة مندمجة وشاملة صحيفة برلمان كومالإلكترونية كتبت جرى بمراكش انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العمومة لا فارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية جاء ذلك على هامش أشغال مؤتمر الهيئة السابع عشر حيث وافقت اللجنة التنفيذية لهذه الجمعية على إحذات المقر الدائم للجمعية بالمغرب ارتباطا بذلك أكد رشيد لزرق المختص في الشأن الإفريقي وخبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح للصحيفة أن هذا الانتخاب يمثل خطوة مهمة في استراتيجية المغرب الإفريقية ويعزز دوره كجسر بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء كما اعتبر أن هذا الانتخاب تعزز لدور المغرب كلاعب مهم في القارة الإفريقية وتتويج للجهود الدبلوماسية المغربية في بناء علاقات قوية مع الدولي الإفريقية صحيفة لوتروسونس والصنطة الإلكترونية كتبت في أخر مستجداتها الإخبارية عرف الموسم الصيفي لصيد الأخطبط الذي انطلق في الفاتح من يوليوز الجاري على مستوى من العيون انطلاقة جيدة حيث تم تشجيل كميات كبيرة من المفراغات لهذا المنتوج ويجري هذا الموسم الذي يمتد إلى غاية الثلاثين من شتنبر المقبل في ظروف متميزة بعد توقف بيولوجي ذام ثلاثة أشهر وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري السيد مراد الزوبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن سوق السمك بميناء العيون يعرف دينامية مضطردة خلال هذه الفترة مسلطا الضوء للكميات الهمة من مفرغات الأخطبط على مستوى هذه المنصة المينائية وأوضح أن الكميات المفرغة منذ استئنة في صيد الأخطبط وإلى غاية يوم أمس على مستوى من العيون تبلغ أزيد من 226 طن بقيمة مالية تبلغ 18 مليون درهم انتقل إلى العفو الله تعالى المرحوم عمر سراخة عن عمر يناهز السبعين سنة الفقيد ينتمي لقابلة أيد الحسن تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسحة جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجع الآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوالي الدقس المرتقبة خلال 24 ساعتنا القادمة بحول الله حيث يرتقب أن يظل الدقس حارا بداخل المنطقة وخلال الليل والصباح سنراحض تشكف السحب منخفضة مرفوقة بالضباب المحالي بالسواحل الجنوبية مع أسمع قليل إلى أحيان غائمة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية مع تناثر غرابة نحلية مقايص درجات الحارة نستيلها من العاصمة الرباط ومنه توقع أن تسجل 26 مئوية 39 بقريميم 47 بآسة 46 بالزاك 40 باسمارة 39 ببكراع 25 بوجدور 35 بالعيون 25 بطرفاية 27 بالطنطان و23 بسديف 23 بالكبيرة 26 بالداخل 46 بأمدريقة 47 بأوسرد و44 بقلد الزمور بالنسبة لحالة البحر سيكون هاعج وعلو الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار بحول الله تعالى شرق الشمس غدا بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة السابعة والدقيقة التاسعة أما غروبها فعلى الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين مقايص درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا 46 بالرابوني 47 بتوذني 28 بالنشوط و34 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة المالية باماكو الى التذكير بالعنوين بالعيون تابعنا ورشة تكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدني بإجهة العيون الساقية حمراء وذلك لتعزيز معارفهم في مجال شراكة الحكومة المنفتحة ومن الداخل تابعنا حفلة تخرج متدربي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحام وكان ضمن النشر الاتفاع المسجل في درجات الحرارة يجعل شواطع القبلة المفضلة للترويح عن نفسه والنموذج سقناه من شاطل بيض بيقريمي ختما لكم تحيات الطاقة من الصحفي والتقني المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة الرويح أطيب المنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة